تعال بقى نتكلم على لقطة مهمة جداً توريق قيمة إمام عشور وقيمة اللينك اللي دايماً بيتعمل من اللعيب اللي دايماً مش شرط ان هو شو يكون لابس شرط الكابتن قدمه هو يكون قاعد جوه الملعب ومهم جداً التعامل ما بين اللعيب وما بين بعض والكلام ما بينه وما بين بعض في المباراة النهاردة فيه لقطة لإمام عشور كان اتنرفز فيها شوية على عمر كمال عبدالواحد اللقطة دي كانت في الديقة 18 لما نيجي نستعرض لقطة وهنعرف ليه إمام عشور اتنرفز على عمر كمال عبدالواحد وبعديها ايه علاقة ده بدربة الجزاء الحاصل نيجي نشوف اللقطة بتاعة إمام عشور كانت في الديقة 18 كان إمام عشور تكون لنا عارفين إمام عشور دايماً بيميل لناحية الشمال وبيكون موجود معه عمر كمال عبدالواحد هنا دي اللقطة أو زيما إمام عشور هيحاول ينزل يستلم الكرة أول ما إمام عشور هينزل يستلم بس سقف هنا لحظة نرجع تاني نرجع تاني نرجع تاني نرجع عارف إمام عشور هو بيزعق وبيشوح هنا بوس هنا هو مستنى ايه مستنى عمر كمال يخش جوه يقطع جوه هي دي موضوع ببساطة شديد هو مستنى شايف المساحة اللي ما بين الباك والسنتر باك هو مستنى يقطع فيها فلو نرجع بقى قبلها بشوية صغيرين بس نشوف عشان نزيبها بتطبيعتها أول ما إمام عشور هيستلم الكرة بوس أيوة هو وقف مستنى عمر كمال يتحرك عمر كمال يوقف بتفرق زي وزي يلعب هالوين. لا وامام متعود علي معلول لجيبها. بالزبط كده. فاملعب له الباص تاني بيقول له ما تخش جوه. يا اخي ما تخش جوه. فبعد كده اول ما عمر كمال تاني هيلعب الباص بعد كده اعتقد ليه آآ 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 مران عطيها هيتكلم مع ابيو. هي بيقول له ما في ايه ما تخش جوه. تعال بقى نشوف اللقطة اللي بعدها لقطة الهدف اللي جي او ضربة الجزاء اللي حصلت. اه دي امام عشور. فين عمر كمال عبدالواحد. الكرة هتتدور تاني. اول ما امام عشور ياخده الكرة. فين عمر كمال عبدالواحد. خش جوه يا عبد. ايوة. تعال يا باشي. انا لسه متزعق لي دلوقتي. فهي اللينك اللي دايما ما بين اللعيبة وما بين بعض. ودي قيمة امام عشور انه هو دايما ايباك بيلعب جنبه. وخد بالك يا مش عاوز اصلا مع عمر كمال برضو مش حتته ومش عادلته. ولكن في الاول في الاخر اللينك اللي حصل ما بينهم. تعال بقى نشوف اللقطة اللي بعدها. على طول اللقطة اللي كانت في الحلقة اللي فات لما كنت معك. نفس الكلام. امام عشور استلم الكرة. اول ما امام عشور هستلم الكرة. نفرمي اللي بعد عطول حيب نتكلم. شاور لعلي معلول. علي معلول دخل عشان الراجل يتسحب معاه. فبالتالي انت تفتح زوية الباص لعلي معلول. اللي بيلعب له الباص عشان خاطر يعمل الجميل جدا له سامب وعلي. فهي دي قيمة امام عشور. ولقطة النهاردة كانت مهمة جدا للتواصل ما بين امام عشور وما بين عمر كمال. مش عالف مين اللي هيكسب النهاردة يا جماعة المهندس ولا الدكتور. معايا اتنين علم معلوم. وحاجة مكسرين الداني. يعني الاتنين جابدين قوي. عظم يا شكر.